شهد الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز قيادة خارجي ذي مستويين والذي يغريه أحد تشكيلات الجيس الثاني الميداني في إطار تنفيذ الخطة السنوية لتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات قوات المسلحة وأشهد رئيس أركان حرب قوات المسلحة بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للمشاركين بالمشروع كما نقش عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار الأمثل لمواجهة المتغيرات الطريقة أثناء إدارة العمليات